مرحبا السلام عليكم. سوف نستعرض الآن احد تمارين الامتحان الجهوي الخاص بالسنة الثالثة الذي سوف نطرقه فيه معادلة التمرين كي يخص درس معادلة مستقيم. سوف نحاول نقرأ هذا التمرين. بعد ذلك من احسن نحبس الفيديو ونمشي ونحاول نخدم هذا التمرين. بعد ذلك سوف نستعرض بالإجابات التي سوف نقدمها بعد ذلك. سوف نقرأ. نعتبر المستوى منصوب لمعلم متعمد مع منظم OIG. يرصد الجدول التالي المعادلات المختصرة لخمس مستقيمات. دونك ادنا سترين ستر الأول مستقيمات ستارتاني المعادلات. دونك ادنا دي واحد دون معادلة المختصرة إجرغت اقال 2x-4. المستقيم دي اثنان دو المعادلة إغراجة إغال 3x plus 1 دي 3 دو المعادلة المختصرة إغراجة إغال moins 1-1-x plus 2 دي 4 دو المعادلة المختصرة إغراجة إغال moins 2x plus 4 دي 5 دو المعادلة إغراجة إغال moins 3x moins 1 سؤال أول في ألف و ب هل النقطة ألف هل النقطة أ تاتلي إحداثيات إثنان صفر تنتمي للمستقيم دي واحد أنشئ المستقيم دي واحد سؤال إثنان بدور فيها ألف و ب ألف بي أن المستقيمين دي دو و دي تخو متعامدا هل المستقيمين دي 1 و دي 4 متوازيا مع التعليل بالطبع سؤال ثالث ماذا يمثلوا هندسيا حل النظمة ذات المعادلة إغراجة إغال moins 2x plus 4 إغراجة إغال 3x موانزة حل النظمة غير مطلوب دونك خذي نحاولو نتعرفو ماذا يمثل الحل الهندسي السؤال الأول ألف كيقول هل النقطة ذات الإحداثيات إثنان صفر تنتمي إلى المستقيم دي واحد دونك هذا السؤال كتابة السؤال في الأجوبة غير ضروري و غير مطلوب من أحسن نتخلو في الجواب مباشرة دونك الجواب خذيكم على هات الشكل أول فكرة خسنا نعرفوا بلي أن النقطة تنتمي إلى المستقيم دي أ يعني أن إحداثيات هذه هذه النقطة تحقق معادلة المستقيم دي واحد دونك إذا كان تنتمي إلى المستقيم دي واحد فإنا هلينعوضوا إكس بإثنان وإغريك بصفر فإنا المعادلة ستصبح لها الشكل صفر يساوي إثنان في إثنان دونك إغريك عوضناها بصفر وإكس عوضناها بإثنان ونكملوا الحساب إثنان في إثنان أربعة ناقص أربعة ها هي صفر دائما يبقى صفر ربعة ناقص أربعة صفر كنلاحظوا بلي أن المعادلة تحققت وهذا صحيح صفر يساوي صفر أي أنه تنتمي إلى المستقيم دي واحد مباشرة تنمر السؤال باء باء المطلوب فيه هو بين عفوا سؤال باء هو أنشئ المستقيم دي واحد لأن شاء لا يجب من معرفة نقطتين من هذا المستقيم من خلال السؤال السابق باء من خلال السؤال السابق لدينا أو تنتمي إلى المستقيم دي واحد وبالتالي نعرف نقطة من هاد المستقيم نحتاج الى نقطة اخرى نحتاج الى نقطة اخرى لتحديد النقطة الاخرى نأخذ x يوساوي 0 ممكن ناخده x يوساوي أي عدد اخر على سبيل المثال خذينا x يوساوي 0 ثم من خلال معادلة المستقيم نحسب y معادلة المستقيم يتكسب على شكل y اتقال 2x-4 عدنا x اللي هو صفر y يوساوي 2 x نعوضها صفر ناقص 4 نكملوا الحساب نفس صفر صفر تبقى ناقص 4 يعني y يوساوي ناقص 4 اذا النقطة ذات الاحداثيات 0 x يوساوي 0 y يوساوي ناقص 4 النقطة نسميها o prime ذات الاحداثيات 0 ناقص 4 تنتمي الى المستقيم d1 وبالتالي نكونو عرفنا نقطتين من هاد المستقيم المستقيم يحدد بنقطتين مختلفتين بحال هاد المستقيم نحدد بالنقطة ا او او بخين للانشاء اول حاجة نرسم معلم متعامض منظم او اي جي اه نحاولون تحديد النقطة او عدنا الاو دات لاحداثيات اثنان صافر و النقطة او بخين دات لاحداثيات صفر ناقص اربعة وبالتالي نرسم المستقيم دي واحد وبالتالي نكون قد جبنا السؤال بعد. مباشرة نمر السؤال 2. السؤال 2 بدور فيها ألف و بعد. هل السؤال كان هو هل D2 والD3 متعامدا؟ لدينا D2 دو المعادلة المختصرة Y إتقال 3X plus 1 و D3 دو المعادلة المختصرة Y إتقال X plus 2 ميل نلاحظ أن ميل المستقيم D2 هو 3 و ميل D3 هو ناقص واحد على 3 هل هم الميلين سهد المستقيمين ماذا يعني أن المستقيمين متعامدين؟ يعني أن جداء ميليهما يسوي ناقص واحد وبالتالي نضربها 3 في ناقص واحد على 3 نحسبه تطينا ناقص واحد هذا يعني باللعنة D2 والD3 متعامدة با نمشيه للسؤال با هل السؤال كان على الشكل تالي هل D1 والD4 متوازيان؟ الجواب لدينا المستقيم D1 دو المعادلة المختصرة Y يساوي 2X ناقص 4 و D4 دو المعادلة المختصرة Y 1, 2, 6, 4 ماذا يعني أن المستقيم المتوازيان؟ يعني لهما ناس الميل نلاحظ أن الميل D1 هو 2 و D4 هو ناقص 2 D1 و D4 ليس لهما ناس الميل إذن D1 و D4 ليس متوازيان بمعنى أنهم متقاطعان مروا مباشرة السؤال الرقم 3 ماذا يمثل هندسيا حل هذه الندمة؟ الندمة المعطاة لنا لدينا أن المعادلةasmaّة الأولى أو Senate administrations نلاحظ أن المعادلة الأولى 穿 2 نلاحظ أن المعادلة الأولى في الندمة هي الماللّة المختصرة للمستقيم' D4 دقiben الم الآن الدور الدور يعني هنا هذا كنعبرنا على المستقيم وهذا خلدي يجب أن نعرف أن حل هذه النظمة هو نقطة تقاطع هذين المستقيمين إذن حل النظمة هندسياً هو نقطة تقاطع المستقيمين D4 و D5 حل النظمة غير مطلوب وبالتالي المبتغة من هذا السؤال هو ماذا يمثل حل النظمة؟ حل النظمة هندسياً هو نقطة تقاطع هذين المستقيمين D4 و D5 الحل لا يهمنا ولكن الحل الهندسي هو نقطة تقاطع هذين المستقيمين بمعنى ممكن نمشون مثل هذين المستقيمين ونقطة تقاطع وهي حل هاد الندمة خلدي نضيف باش نستفدو اكثر من هذا الفيديو ولا فيديوهات سابقة نحاولو نكتبو شنوراني نقول شنوراني نقول تبع معي وكتب ورقة باش يترسخ داك شي ويكون فهم ولا كانت شي اسئلة ولا شي حاجة ما واضحة ممكن تحطوها في الكومنتر وخذي نحاول نجاوب عليها في مستقيمة ان شاء الله هيا الله يوفق والسلام